دكتور نيضال حرق الكتب تم ولكن نحاول قدر الإمكان من خلال المكتبات وعلم المكتبات أن نحافظ على هذه الكتب إلا للأجيال القادمة ولكن قبل أن نكمل في علم المكتبات ونتعرف أكثر على المكتبات الوطنية وخاصة المكتب الوطنية في الأردن دعنا نهرف ما هو علم المكتبات ستة الكريمة علم المكتبات هو العلم الذي يخدم كافة العلوم وباعتقادي دائما أنا بقول لو لا وجود المكتبات لما استطعنا أن ننقل كافة المعارف وكافة التطورات وكافة الإنجازات وكافة أيضا الثقافات للشعوب الأخرى فالمكتبات هي حافظة للعلوم بشكل عام وهذه المكتبات سابقا إذا نرجع للتاريخ من لديه مكتب كان يقوم بعملية حفظ المكتبات أو الكتب بسلاسل من حديد من أجل المحافظة على هذا الفكر وعلى هذه الثقافة وعلى هذه المعرفة فالمكتبات بشكل عام هي حافظة وناقلة للحضارات وأيضا تساهم المكتبات في التطور الذي يحدث لدى الأمم من خلال الفكر المكتوب في هذه الكتب وهذه الوثاق طيب خلينا كده نتكلم يعني نقول نحمد الله أن العصر الحديث الآن هو عصر توثيق والمكتبة الآن ليست مجرد كتب موجودة على أرفف ولكنها بقت مسجلة إلكترونيا فمن يريد طمس الهوية لن يستطيع الآن فإذا خلينا نتعرف أكتر بقى على نوع المكتبات واختلافها المكتبات هناك عدة أنواع للمكتبات على مر العصور فهناك المكتبات كانت موجودة في أماكن العبادة فكان يطلق عليها مكتبات المعابد وأيضا المكتبات عند النبلاء في القصور في المدارس الآن إذا أردنا أن نتكلم عن المكتبات فهناك المكتبات الأكاديمية والتي تقسم إلى مكتبات الجامعات ومكتبات الكليات هناك المكتبات المدرسية وهناك المكتبات المتخصصة سواء كانت في الوزارات في المراكز البحثية في النقابات سواء كانت الطبية أو الهندسية أو غير ذلك وهناك أيضا المكتبات العامة التي تقتني مصادر معلومات دعيني أطلق هذا المصطلح مصادر معلومات لأن المكتبات لا تقتني فقط الكتب فهناك الدوريات وهناك المراجع وهناك الخرائط وهناك الوثاق وهناك المواد السمعية والبصرية والسمع بصرية والإلكترونية لذا سميت المكتبات العامة لأن مقتنياتها عامة وتخدم فئة من عامة الشعب هناك المثقف وهناك تعليم متوسط وهناك تعليم جامعي وغير ذلك أما بالنسبة للمكتبات الوطنية فهي المكتبات التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكر الوطني وتنظيم هذا النتاج الفكر الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة تفضلتي وتكلمتي عن موضوع حفظ الذاكرة أو حفظ الموروث الحضاري من خلال التكنولوجيا دعيني أقول بكل صراحة بأن هناك إيجابيات للمكتبات التقليدية وأقصد هنا المكتبات التي تقتني مصادر المعلومات الورقية والوسائط التقليدية كالكستات على سبيل المثال أما بالنسبة للمكتبات الإلكترونية والخزن الإلكتروني أو التخزين الإلكتروني أو العفظ الإلكتروني هناك مشكلة أخرى نحن نعاني التكنولوجيا لها سلبيات طبعا فهناك التدمير والإعدام لكثير من الوسائط الإلكترونية من خلال الاختراقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة